شكل عجيب فاحنا هنسمع عمون كنتوا لو هتقولونا الحقيقة اي في سينا الحقيقة ما قبل 9 فبراير كان اي مواطن سيناوي صعب انه يأمن على اولاده واسرته وعلى نفسه كمان لكن نعمة الامن ما بحسش بيغل يفتقده فاحنا افتقدنا الامن والامام في الفترة السابقة قبل العملية الشاملة قبل العملية الشاملة اللي هي 9 فبراير 9 فبراير يعني كنت تبقى لين وعلى بيتك على اولادك انتو نفسك انت لازم كانت تحرص بيتك يعني ما ينفعش تطلع وتسيب اولادك جلجان عليهم ما تنفعش تطلع بعربية وتمشي على الطريق ما ينفعش تسافر لو تقلبك العربية على الطريق معرض الخطر لكن بعد 9 فبراير اقسم بالله العظيم ان يعني احساس الناس وحساسنا احنا ان فرضت سيادة الدولة والقانون على شمال سيناء اول مرة في الحياة الواحد يحس بيها من بعد 9 فبراير قبل كده ما يعني ما حدش يزعل ولا اي حاجة ما فيش سيادة القانون احنا هنا موجودين عشان نقول الحقيقة لا اي حد من المسؤولين اللي خدنا وفسينا ما فيش سيادة القانون قبل 9 فبراير زي بعد العملية الشاملة قبل 9 ما كانش موجود سيادة الدولة سيادة الدولة ما فيش احساس ان كان فيه يعني انت في امن وامان في المنطقة لا انت كان معرض للخطر في اي مكان تمشي لكن بعد العملية الشاملة بفضل الله وفضل القوات الموجودة في العملية الشاملة ربنا يعني وفغ القوات انها تقدع على البقر الارهابية والدكة في معاقلها قبل ما اروح للشيخ سالم ايه لا حضرتك كنت بتخاف من ايه انك احد يعمل يغتالك يغتالك يختفق ماء اه امر طبيعي ده كان موجود في سينة طبيعي يعني اللي لا يقل عن اكتر من 700 شخص من شمال سينة بما فيهم يعني قرية كاملة اللي هي الروضة اه يعني تم اغتيالهم وقتلهم بخصة وندالة صحيح على ايدي احقر بشري يدعون الاسلام بالتزييف والاسلام منهم براء يعني وضع كان غير امن على على ابناء سينة كلهم لكن دلوقت دولة فرضة سيادتها والقانون فرض سيادته على كل شبر في شمال سينة طيب شيخ سالم وانا هرجع لحق تاني شيخ محمد